مواكبة لنظم التعليم الحديث وتفعيل تقنية الحديثة في عملية التعليم وبهدف رفع المستوى التحصيلي للطلاب من خلال تفعيل استراتيجيات التعلم النشط جاء تدشين نظام الشاشات التفاعلية بمدرسة تماظر بن تعمر للتعليم الأساسي بولاية مدحة تعتبر نقلة جذرية أيضاً بالنسبة لأساليب التعلم وستراتيجيات التعلم النشط في المدرسة هي سبورة شاشة ذكية يتعامل معها الطالب بتشويق وتحفيز بطريقة جاذبة فعلاً يعني حولت البيئة الصفية إلى بيئة جاذبة للطالب حببت التعلم بشتى الصور كان في الماضي يعتمد على الاستراتيجيات وقصاصات الورق واشتهادات المعلمات في خلق وسائل تعليمية وأساليب وأنشطة تفعلها المعلمة خلال الحصة الآن المعلمة لا تبدل أي جهد في هذا الجانب حتى هذه القصاصات أصبحت تعكسها المعلمة من خلال الشاشة الذكية كواقع معزز الشاشات التفاعلية تقدم مزايا وخصائص مشوقة تفاعلية للطلاب وجاذبة للتعلم وتمكن الطلبة والطالبات من التفاعل بكل سهولة مع الشاشات الذكية التفاعلية خصوصا مع توفر برامج ودروس منهجية وتفاعلية جديدة فهي تمكنهم من الكتابة على الشاشة وتحريك الصور الظاهرة عليها والتوصيل بين الصور والكلمات المناسبة إلى جانب العديد من الأدوات للصبورة التفاعلية المتوفرة على الشاشة والتي تمكن المعلم أو الطالب من استخدامها متى ما أراد سفين منها كيف نكتب عليها والسهل علينا التعلم الرياضيات ونحل عليها مسائل الرياضيات أستفيد من الشاشة التفاعلية أنها ممتعة وتساهل في العملية الدراسية وتخفض من الحقيبة المراسية مشروع الشاشات التفاعلية والذي نفذ بدعم من شركة النفط العمانية وأوربيك تساهم في التخفيف من عبئة حقيبة التعليمية على الطلاب واستغلال حصص الاحتياط في برامج تفاعلية مفيدة كما أنها تساهم في تسهيل إيصال المعلومات للطلاب بسهولة وجذب خطوة أخرى في مجال تطوير العملية التعليمية من خلال هذه الشاشة التفاعلية والتي تتماشى مآخر تطورات الوسائل التعليمية المتاحة من ولايات مدحى محافظة مسندم نجم بن عبدالله الشحري